أحسن الله إليه يقول السائل والدي عمره 85 سنة ويشرب الدخان بكمية كبيرة وهو عاجز ويفطر في شهر رمضان فهل نمتنع نحن عن شراء الدخان له أم نسائر رغبته ونجلب له الدخان علما بأن الضرر واضح عليه وصيب في العام الماضي بوعكة صحية أدت إلى عجزه بشكل كبير هذا الدخان آفة تلي بها الإنسان مع أنه يعترف بأن الدخان مضر وأنه خبيث ما في أحد في العالم يقول أن الدخان من الطيبات فالكل العالم يقولون أنه من الخبايث وأنه مضر لا فائدة فيه بوجه من الوجوه فعلى المسلم أنه يتركه وعلى والدكم أنه يتوب إلى الله ويترك الدخان أنصحوه وبينوله هذا الشيء ولا يجوز لكم أن تشتروا له الدخان لأن هذا إعانة على العدوان وعلى المعصية الله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإذن والعدوان شراء الدخان له تعاون على الإذن والعدوان نعم